السلام عليكم الطلاب ان شاء الله تكونون بخير ورمضان كريم وحنبدي بالكورس الثاني مادة الهيستولوجي والاناتومي يعني علم الانسجة والتشريح يعني human anatomy تشريح الانسان واشلح لكم اللي اقدر علي ونبدي بسم الله عندنا الهيستولوجي يعني علم الانسجة بالبداية نحن ناخذ اليوريناري سيستم يعني الجهاز البولي هذا اليوريناري سيستم مثل ما تشوفون هاي هنانا الكيدني يعني الكلية وهذا الحالب يوريتر وبعدين البلادر او اليوريناري بلادر المثانة البولية وبعدين الاحليل يوريثرة انتبهوا اليوريتر حالب يوريثرة يعني احليل نحن نبدي الجنرال ستراكتر انت فانكشن او اليوريناري سيستم يعني التركيب العام والوظيفي للجهاز البولي يعني اللي احن ناخذه بالتسلسل بالبداية دي يقولون الأعضاء مع الجهاز البولي من شنو شنو يتكون الكيدنيز يعني الكليتين يوريترز يعني الحالب الحالبون اليوريناري بلادر المثانة البولية يوريثرة الأحليل هاي شنو هاي الأعضاء التي يتكون منها الجهاز البولي الكليتين الحالبون المثانة البولية الأحليل هاي هسة الأعضاء مع الجهاز البولي هسة نحن نجي واحد واحد او ما واحد واحد بالبداية حناخذ الكيدنيز الكليتين وقلم مدين فتح هنجي ناخذ الكليتين ونشوف شنو شنو بيها هسة الكليتين فلتر يعني هاي الوظائف مالتها فلتر ويست برودكت فروم ذا بلاد ستريم يعني ش سوي اول وظيفة للكلة ش سوي ترشيح فلتره شنو للويست برودكت للمواد الزائدة عن الحاجة او نقدر نقول مثلا الفضلات الزائدة تسوي تشريح هاي المواد الزائدة من وين من البلاد ستريم من مجرى الدم اذا الوظيفة الاولى للكليتين ترشيح المواد الزائدة من مجرى الدم ثاني شي كونفرد تحول المواد المرشحة او المصفات اللي رشحتها تحولها الى يورين تحولها الى البول هاي الكليتين تسوي ترشيح المواد الزائدة عن الحاجة الموجودة بمجرى الدم وتحولهم الى بول هسا نجي the urinary tract يعني المسلك البولي المسلك البولي هو الاعضاء اللي ينقلون البول الى خارج الجسم مثلا او يتكون من the urinary tract يعني المسلك البولي يتكون من ureters الحالبان urinary bladder المسلك البولية urinary tract يعني الاحليل ليش يتكون من هذان المسلك البولي because they transport the urinary out of the body اذا يتكون من الحالبان والمسلك البولية والاحليل لانهم يقومون بنقل البول الى خارج الجسم هذا المسلك البولي يتكون من هاي الاعضاء اللي وظيفتهم نقل البول خارج الجسم they transport the urine out of the body اذا هساب هاي الصفحة اخرى او العنوان general structure and functions of the urinary system يعني تركيب العام والوظيفي للجهاز البولي اخذنا the organs of the urinary system اعضاء الجهاز البولي ينا kidneys urinary bladder urinary bladder urinary bladder from the blood stream يعني يعني يسوون ترشيح المواد الزائدة عن الحاجة من مجرى الدم يعني هاي المواد موجودة بمجرى الدم الكليتين يسوون تشريح الهن ترشيح العفو يسوون ترشيح المواد الزائدة عن الحاجة الموجودة بمجرى الدم وما يسوون هن ترشيح يحولوهن الى بول convert the filtrate into urine وعدنا المسلك البولي يتكون من urinary bladder المثانة البولية urinary bladder الاحليل ليش because they transport the urine out of the body يعني يقومون بنقل البول الى خارج الجسم هاي هنانا رسم الكلية هاي التأشيرات مالكلية المعاني مهمة لنحن نحتاجهن بعديا وهنانا عندنا الشيء المهم هو path of urine drainage يعني مسلك تصريف البول هاي لازم بالتسلثل يعني يتكون من collecting duct يعني القنوات الجامعة popular duct النتو الكولوي minor calyx هو كأس او قمع صغير موجود بالكلية هاي هيتش على شكل القمع او كأس هاي يعني التصريف مربول شون يصير وين وين يمر باول major calyx يعني كأس او قمع رئيسي minor اقل من الميجر major رئيسي minor ثانوي ويكون اصغر مو شرط يكون اصغر بس هنا انا اجا معناه صغير اصغر من الميجر رينال بلذيس يعني حوض كلوي حوض الكلية يوريتر الحالب يوريناري بلادر المثانة البولية وموجودة تأشيرات مالتهم هنا بالبداية 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 مال مسلك تصريف البول الكولكتينج داكت يعني القناة الجامعة هياتها هايا موجودة بالكلية بابولاري داكت يعني النتوء الكلوي هياتها هاده هنانا مستوي همينا ماينر كالكس يعني كأس او قمع صغير هذا بعدياً مايجور كالكس يعني الكأس او القمع الرئيسي هنانا موجود هنانا موجود اعتقد قصدهم لو هاذا لو هاذا كليته بس هما مقاشرين هنانا وبعد رينال بلذيس يعني الحوض الكلوي هذا اللي بالداخل واليوريتر الحالب واليوريناري بلادر المثانة البولية شوفوا هاذا حوض الكلية الرينال بلذيس الجزء الكامل يعني الكامل التغليف لانه هنانا حتى يوضحونا شنو بالداخل بس قبل لا يوضحون منشان كامل هذا هو حوض الكلية هياته هسا نجي على النافرونز يعني الخلايا الكلوية او الوحدة الكلوية النافرونز يعني الوحدة الوظيفية للترشيح او التصفية في النافرونز في الكلية هاي النافرونز يوضحونا يعني تتكون من هاي المكونات مالتها واكو نحن اخذ شرح زيادة عليهم اكو لا بس اسمهم اذا الخلايا الكلوية تتكون من رينال كورباسل يعني كرية كلوية هاي اول شي وتتكون كذلك من غلومريولس اللي هي كبايبة وتتكون من غلومريولار كابسول يعني كابسول كبايبي هي تشي وهذا غلومريولار كابسول هو نفسه بومانز كابسول يعني كابسول بومان اعتقد ما اخذيه قبل بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول يعني الانبوب ملتوي قريب او نبيب ملفز داني يعني انابيب صغيرة ملتفة قريبة هذا بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول ضمن بومانز كابسول او غلومريولار كابسول يعني موجود بي البي سي تي اللي هو انابيب صغيرة ملتفة قريبة الانبوب الملتوي القريب بي سي تي بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وتتكون كذلك من النفرون لوب لوب أوف هنل اهنانا لوب يعني انبوب متعرج اللوب يعني انبوب متعرج نفرون لوب يعني انبوب متعرج مع الخلية الكلوية كذلك يسمى لوب أوف هنل اهنانا غلومريولار كابسول ما البومان بينما اللوب ما الهنل وهذا النفرون لوب لوب أوف هنل يتكون من وهذا كلته من مكونات النفرون هذي الجزة او من مكوناته ascending loop of هنل يعني الانبوب من هنل الصاعد اكو صاعد واكو نازل descending loop of هنل واخر شي distal convoluted tubule دي سي تي هنانا كان PCT هنانا دي سي تي هنانا انبوب ملتوي قريب هنانا انبوب ملتوي بعيد او نبيبات ملتوية بعيدة نبيب ملفف جاني نبيب ملفف قاصي انابيب صغيرة ملتفة بعيدة يعني هنانا القريبة PCT proximal هنانا البعيدة الا انابيب البعيدة DCT distal وcollectively called the renal tubule متجمعة نطلق عليها بالرينال tubule من تكون متجمعة اللي هي النبيبات الكلوية each kidney كل كلية is composed of كل كلية تتكون من واحد الى اربعة مليون من الخلايا الكلوية متجمعة هاي النبيبات نطلق عليها النبيبات الكلوية كل كلية تتكون من واحد الى اربعة مليون نفرونز النفرونز ترى مو نفس النبيبات النفرونز اللي قلناها بالبداية هي الوحدة الوظيفية للتصفية او للترشيح الموجودة بالخلية تتكون من هذني كلية هن وكل كلية موجود بها واحد الى اربعة مليون من هاي الخلايا الكلوية هاي هنانا مقطع توضيحي للي اخذناه هاي هنانا proximal convoluted tubule اللي قلنا الانبوب الملتوي القريب هذا هنانا لو انتلكم اياهن بنفس الالوان ما التأشيرات هذا الانبوب الملتوي القريب اللي هو site of action of carbonic anhydrase inhibitor يعني هو الجزء او الموقع اللي شي يسوي يكون مثبت يعني مثل اللي يهدئ انزيم الانهايدريز الكاربوني هذا انزيم يعني ما بيترجمة هو هي شي مثبت انزيم الانهايدريز الكاربوني انزيم الانهايدريز وهذا هنانا الموقع مادة هو يمكن هذا همين بس الاكيد هذا distal convoluted tubule الانبوب الملتوي البعيد هذا هو site of action of thiazide diuretics يعني شنو يعني هو الموقع او المكان اللي شي يسوي مدررات البول الثيازيدية مهمين ما بيترجم مهمين يعني انزيم وهذا هذا اللي يسوي المدررات مع البول الثيازيدية يسويها الانبوب الملتوي البعيد والمثبت مع الانزيم الانهايدريز الكاربوني الانبوب الملتوي القريب هسه هاي كابسول اللي يغلف يعني كابسول ما تغلف هذا الشكل مادة ثيك ascending line of the loop of هنل يعني هو الطرف الصاعد مع الانبوب هنل site of action of loop diuretics يعني هو الموقع اللي يسوي المدرات مع البول مال الانبوب وهذا الشكل مادة او الموقع مادة collecting duct يعني القناة الجامعة site of action of aldosterone antigenesis يعني هاي همين ما بيها ترجمة هي 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 المكان اللي يسوي مضادات الالدوستيرون وهاذ المكان او شكل مالتها هسه بالاصفران مقشرة بس مادة يبين هاذ المكان هو outer medulla يعني النخاع الخارجي ومنا اللي هنا هاذ المكان inner medulla medulla يعني اللوب او النخاع الداخلي و هاي طفقت الكهرباء و هاي كانت محاضرتنا اليوم و اتمنى تكونون استفاديتون و ان شاء الله اكملكم اللي اقدر عليه بالتوفيق و مع السلامة اشتركوا في القناة